بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وازك السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب والطالبات مجددا في شروحات مقرر الإدارة المالية اثنان اليوم سنتحدث عن درس جديد وهي القيمة المستقبلية لمبلغ واحد نحن في الدرس السابق تحدثنا عن تكلفة الفرصة البديلة وذكرنا أن المال المبدأ هناك يأخذ في القيمة الزمنية هو المال يولد المال وبالتالي فإن الريال الذي تلقاه في المستقبل لا يساوي الريال الذي تلقاه اليوم نظر باستطاعتنا استثماره وغيره ذكرنا أيضا كل ذلك يتعلق بمعدل العائد وذكرنا أيضا أن هذه القيمة الزمنية عنصر مهم سواء فيما يتعلق في الأعمال التجارية أو حتى في التمويل الشخصي للأفراد ذكرنا أيضا هناك مفهومين نوعين للقيمة الزمنية القيمة المستقبلية والقيمة الحالية وضحنا ذلك من خلال هذه الصورة أو من خلال هذا الشكل ذكرنا هناك القيمة المستقبلية التراكمية أو ما تسمى بألخص تحدثنا بعد ذلك عن تكلفة الفرصة البديلة الشخصية وتكلفة الفرصة البديلة المالية وذكرنا طرق لحساب بهذا العائد وذكرنا أن القيمة الزمنية هي الزيادات الحاصلة على مبلغ من المال نتيجة لجنة أربعة لديك مبلغ تستثمر وبالتالي ستحصل عليه على أرباح على هذا المبلغ خلال سنوات وبالتالي هذا ما يسمى بالقيمة الزمنية النقود ذكرنا الطريقة بالنسبة لإيجاد العائد البسيط لديك مبلغ مدخرات تضربه في معدل العائد في السنة وتضربه في الفترة الزمنية فمثلا لديك ألف بودة استثماره في عائد مثلا عشرة بالمئة خلال ثلاث سنوات ستضرب في ثلاثة وبالتالي يظهر لديك العائد وذكرنا هناك طرق أيضا قد تكون لحساب التراكمية العائد التراكمي ومن أهمها مثلا معادلات هناك معادلات سنطبقها في كل مسألة وأيضا الحاسبات هناك ذكرنا حاسبات مالية مخصصة من خلال رموز معينة لإيجاد العوائد أو القيمة الزمنية النقود وكذلك جداول بيانات من خلال كتابة معادلات في شريط الصيغة في الأكسل مثلا بعد ذلك من خلالها يظهر لديك هذه القيمة الزمنية وأخيرا هناك مواقع كترونية وتطبيقات من خلال دخالك لبعض البيانات المطلوبة كمبلغ الدخار والعائد أو مثلا هل هو تراكمي أم بسيط والفترة الزمنية ويحسب لك بشكل تلقائي القيمة الزمنية النقود اليوم نأتي للدرس الثاني في هذا الفصل وهي القيمة المستقبلية لمبلغ 1 أهدافنا حساب القيمة المستقبلية لمبلغ 1 كيف نحسب لديك مبلغ وتود حساب القيمة المستقبلية لهذا المبلغ يستمر المال المودع في حساب استثمار بالإزدياد نتيجة للأرباح المدفوعة للمستثبت وتعرف هذه بأرباح باسم العائد أو الربح أو زيادة قيمة المدخرات فحينما تودع مبلغ معين مقابل أرباح أو عائد سنوي كل سنة سيزداد هذا المبلغ نظير هذا العائد أما القيمة المستقبلية فهي المبالغ الذي ستقول إليه إذن هذه الزيادات التي تأتي سنة بعد سنة حينما يأتي فترة من الزمن نطلق عليها القيمة المستقبلية إذن مجموع هذه المبالغ من خلال استثمار الذي ستقول إليه مدخراتك الحالية بناء على معدل معين وفترة زمنية معينة مثلا معدل 5% كل سنة فترة زمنية كل 10 سنوات مثلا بعد 10 سنوات ستكون هذه هي قيمة المستقبلية لهذا الاستثمار لدينا هذه الصيغة لإيجاد القيمة المستقبلية لمبلغ واحد لدينا future value في P value وهو present المبلغ الحالي في واحد زائد I وأس N ال N يعبر عن الفترة وسنوضح ماذا نقصد FV أو يؤترق عليه القيمة المستقبلية PV القيمة الحالية I معدل العائد كم هو العائد في هذه السنوات بعد ذلك نضع الفترات كم هي الفترة سنة سنتين ثلاثة نطبق بشكل بسيط يعطيك المعطيات في السؤال ومثل تطبق هذه المعادلة وسنوضح العديد من الأمثلة في المقابل يمكن استخدام حساب القيمة المستقبلية لمبلغ واحد من أجل لماذا نحسب القيمة المستقبلية لو فكرنا في هذا الأمر لماذا نحسب القيمة المستقبلية لمبلغ واحد لدينا مبلغ ونحسب له القيمة المستقبلية أولاً لنحدد قيمة المدخرات والاستثمار في وقت اللاحث قد تستثمر مبلغ من اليوم تستثمر مبلغ معين ألف عشر أين كان هذا المبلغ تود حسابه بعد سنوات كم سيصبح قيمته الحقيقية كم هي قيمة هذا المبلغ وبالتالي لكي تعكس أو تقرر مدى أو أهمية هذا الادخار أو استثمار هل هو مفيد أم لا هل تتدخر أم تستثمر وغيره كذلك تنمية المال لكي تعرف كيف تنمي البال كل شخص كما ذكرنا ريال اليوم إذا أراد أن استثماره لن يصبح كريال الغد وبالتالي كيف تنمي هذا المال من خلال حساب القيمة المستقبلية أيضاً ادخار شركة المال مبلغ من المال بهدف استبدال المعدات أو الألات في المستقبل فمثلاً تفكر شركة لديها معدات وتفكر في المستقبل أنها ستجدد هذه الألات المعدات وبالتالي هي تدخر مبلغ ولا بد لها أن تواكب القيمة فمثلاً ألف ريال قبل عشر سنوات ليس كألف ريال الآن وبالتالي تفكر بهذا المبلغ كما تعلم الشركات والمنظمات التجارية تفكر بالتأكيد في تكلفة كل ريال سواء في الاستثمار أو في غيره لو أخذنا هذا المثال لكي نوجد القيمة المستقبلية لمبلغ واحد ما القيمة المستقبلية لمبلغ 100 ريال سعودي مودع في حساب لمدة عام بعائد بنسبته 400 إذا لدينا معطيات ولدينا بالتأكيد هذه المعادلة نطبق عليها ذكرنا أن القيمة المستقبلية رمزها FV وهي Future Value و لدينا المبلغ المودع 100 ريال الحالي و لدينا العائد هي 4% و لدينا الفترة هي عام وحدة و بالتالي نطبق هذه المعادلة القيمة المستقبلية القيمة الحالية 1 زايد معدل العائد على فترات الزمنية نوضعها بطريقة معينة القيمة المستقبلية ذكرنا هي 100 وهي المبلغ الحالي 1 هذا هو ثابت في المعادلة الرياضية 4 بالمئة تعبر عن العائد و واحد هنا الأس يعبر عن الفترة الزمنية بعد ذلك نقوم بتطبيقها في أي عملية حسابية رياضية إذن القيمة المستقبلية لمئة ريال هي 104 ريالات إذن هذه القيمة المستقبلية لمئة ريال بعد عام فحينما تأخذ مئة اليوم وتستثمرها ستحصل على 104 بعد عام أما حينما تصبر إلى بعد عام وتأخذ مئة إذن قد تكون خسرتها الأربعة بالمئة وهذا ما يسمى بالقيمة الزمنية للنقل نطبق بشكل آخر إذا قمت في سن الأربعين بإداء مبلغ ألف ريال سعودي في حساب بعائد نسبته 5 بالمئة فكم ستجني في سن الخمسة وستين إذن كان عمرك 40 سنة و أودعت مبلغ ألف ريال في حساب من الحسابات بعائد نسبته 5 بالمئة إذن كل سنة ستحصل على 5 بالمئة فكم سيبلغ أو كم ستجني في عمر الخمسة وستين لديك 25 سنة إذن من 40 إلى 65 هي 25 سنة سنطبق أيضا بنفس الطريقة القيمة المستقبلية ألف هو القيمة الحالية هذا هو المبلغ الذي لدينا الآن و 1 كما ذكرنا هو ثابت في العادلة الرياضية و 5 بالمئة هو العائد و 25 أس 25 هو يعبر عن السنوات و بالتالي نطبق إذن القيمة المستقبلية لهذا المبلغ هي 3386 ريال نلاحظ كيف تضاعفت قيمة هذا المبلغ خلال 25 سنة سنة فكيف لو تستث مبلغ أعلى وهكذا ماذا لو قمت بإداع المبلغ نفسه نفس المثال الذي طرحنا في سن مبكر فمثلا في عامك 25 بعاد 5% فكم ستجني في عمر 65 سنة إذن لدينا استثمار لمدة 25 إذن 65 سنة ناقص 25 يصبح لدينا استثمار لمدة 40 سنة إذن ستغير المعطيات بنفس الطريقة قيمة المستقبلية هي 1000 ريال سعودي في 1 زائد 5% وتغير الأس هنا لدينا يعبر عن 40 سنة إذن سيصبح القيمة المستقبلية لهذا المبلغ 740 ريال سعودي بحكم أن الاستثمار طال أمده لفترات أطول وبالتالي من الطبيعي أن تكون قيمة المستقبلية أعلى إذن عليه تزداد القيمة السنوية أو قيمة عفونا المستقبلية لأموالك إذا قمت بالإيداع في سن 25 بدلا من سن 40 إذ ستمنحك الوديعة نفسها التي قمت بها أنت في المثال الأول أو دعت 1000 والمثال الثاني نفس الطريقة أو دعنا 1000 ريال ولكن اختلفت الفترات وبالتالي أصبح المبلغ أعلى بسبب 15 سنة إضافية من الأرباح المتراكم يسمى كسب العائد على العائد هناك طريقة أخرى كما ذكرنا هي العائد على العائد بطريقة التراكمية أو التركيبية وكثيرا ما يشار إلى أموال المودع في حساب التوفير على أنها تراكمية إذن كثيرا ما تكون الحسابات التوفير التابعة للبنوك التجارية أو غيرها هي نسب تراكمية بمعنى السنة الأولى 5% السنة الثانية سيضاف لها الأرباح على المبلغ الأساسي و 5% وهكذا وسنوضح ذلك في أمثلة وذلك نسبة إلى أنه يتم اكتساب العائد على كل من المبلغ الأصلي والعائد المكتسب سابق وتسمح التراكمية بارتفاع القيمة المستقبلية للمبلغ المودع بشكل أسرع مما لو تم دفع العائد على الوديع الأصلية فقط بمعنى هل ستكون مثلا أرباحك تراكمي معنى على كل سنة سيتم إضافة أرباح أم ستكون الربح ثابت وهي قد تكون أقل بالتأكيد مقارة بالتراكمية فكلما أسرعت في إجراء الوداع زادت القيمة المستقبلية إذن التراكمية هي العملية التي تستند من خلالها الأرباح للمبلغ الأصلي بالإضافة إلى مبلغ مكتسب سابق فمثلا لديك 100 ريال مثلا أو 1000 ريال استثمار حصلت في السنة الأولى على 5% سيضاف في السنة القادمة استثمارك يصبح 1050 بحكم أنها 5% وبعد ذلك إضافة إلى 5% وهي الأرباح وهكذا وبالتالي هذا ما يسمى بالتراكمية أما البسيطة هي 5% كل سنة وتقاس على المبلغ الأساسي دون إضافة أرباحك السنوية سنوضح ذلك بشكل أكبر في الأمثلة القادمة ما الذي يجعل من تراكم ودخراتك مجدين إذن لماذا التراكم مجدي أكثر من المبلغ الأساسي أو حينما يكون لديك 1000 ثابت و 5% أيضا يكون هي مكسبك أو قيمة الاستثمار أم يكون لديك مثلا 1000 وتكسب في السنة الأولى 5% ستضاف إلى 1000 ومن ثم تستثمر أيضا إجمال المبالغ مع الأرباح في 5% وهكذا بالتأكيد كلما استثمرت بالطريقة التراكمية كلما أصبح المبلغ أكبر وبالتالي ستزداد هذه المدخرات وتزداد هذه الثروة وبالتالي كما ذكرنا حسابات التوفير في البنوك تعتمد هذه الطريقة لكي تعظم القيمة المستقبلية للمبالغ المدخرة نأخذ مثال ما القيمة المستقبلية لمبلغ 100 ريال سعودي بعايد نسبته 10% بعد ثلاثة أعوام إذا لدينا المبلغ الذي نود استثماره ولدينا العايد ولدينا الفترات هناك ثلاث طرق لحل هذه المسألة لدينا الطريقة الأولى بالمعادلة الحسابية نطبق على المعادلة ثانيا بالحاسبة المالية يكون لديك حاسبة وتدخل هذه المعطيات بناء على الرموز التي ذكرناها ثالثا جداول بيانات من خلال إدخال معادلة معينة وسنتعرض لها في برنامج مثل أكسل أو غيره من جداول بيانات ويظهر لديك القيمة المستقبلية كل منها ستعطي نفس النتيجة لو طبقت الطريقة الأولى أو الثانية أو الثالثة كل طريقة ستعطيك نفس النتيجة إذن لدينا كما ذكرنا نستذكر هذه الرموز F V وهي القيمة المستقبلية P V وهي القيمة الحالية والI ومعدل العائد وإن عدد الفترات الزمنية فمثلاً في هذا السؤال لو نظرنا القيمة الحالية هي 100 والمعدل العائد هي 10% والفترات هي 3 أعوام نطبق هذه القيمة لو نظرنا إلى الطريقة التراكمية لدينا في هذا هو الوضع الحالي 100 ريال وننتظر إلى نهاية كل عام بالتأكيد إلى العام الثالث نبدأ 100 ريال ضرب 10 ضرب سنة وبالتالي أرباح 10 ريالات سعودي في السنة الأولى ربحت 10 ريالات من استثمارك إذن ستضاف إلى مبلغ الأساسي وبالتالي يصبح 110 إذا في السنة الثانية لن تستثمر 100 ستستثمر 110 بنسبة 10% إذن سيصبح بهذا المعادلة إذن 110 وليست 100 لماذا؟ لأن أصبح التراكمية وهذا ما نقصد بالتراكمية 110 ضرب 10 ضرب سنة إذن أرباح 11 ريال ستضيفها أيضا إلى المبلغ 110 وبالتالي أصبح المبلغ 121 نضيل التراكم إذن إذن ستصبح 121 ضرب 10 بالمئة ضرب سنة وفترة زمنية خلال سنة وبالتالي الأرباح 12 ريال سعوتي سنلاحظ أن في نهاية الفترة أصبحت القيمة 133 لماذا؟ نضير التراكم في الأرباح باستخدام نفس المثال السابق القيمة مستقبلة لمبلغ 100 ريال بعيد نسبة 10 بعد 3 عام تكون حسابات المعادلة الحسابية والحساب المالية والجد والبينات وفق ما يلي هذا هو المثال القيمة مستقبلية كما ذكرنا لو طبقنا عليه الطرق الأخرى المعادلة المحاسبين نطبق من نفس الطريقة نحن حسبناها بطريقة رسومات والجداول وضربنا الآن لو طبقنا هذه المعادلة الرياضية بنفس الطريقة وضعنا 100 وهي القيمة الحالية على 1 ثابتة 10 تعبر عن القيمة و 3 تعبر عن 3 سنوات أصبحت 130 إذن نفس النتيجة السابقة لو طبقنا في الحاسب المالية لدينا رموز في الحاسب المالية نقوم بضغطها أو بنقرها مثلا PV و 1 year و N و P M T و من ثم CPT و أخيرا PV و ثم ستظهر لديك بالتأكيد القيمة 133 جداول البيانات سنقوم بوضع هذه المعادلة وبالتأكيد نضع تساوي F و نضع 0.1 فاصلة 3 فاصلة 0 و من ثم ناقص 100 فاصلة 0 وبالتأكيد سيظهر لديك هذا المبلغ 133 كما ذكرنا من خلال جداول أكسل نطبق بنسخ هذه المعادلات وبالتأكيد سيظهر لديك المبلغ نظير أن هذه الجداول مبرمجة حينما تضع هذه المعادلة تلقائيا سيقوم بحسابه كذلك المحاسبة أو الحاسبة المالية هناك أكثر من حاسبة وبالتالي قد تختلف بعض المفاتيح ورمز ولكن بالتأكيد لكم الحاسبة طريقة معينة دعونا نأخذ هذا النشاط استثمرت نور مبلغ 700 ريال بعائد نسبته 4% لمدة 7 سنوات ما القيمة المستقبلية لهذا المبلغ إذا لديك معطيات ولديك العديد من الطرق تستطيع استخدامها نحن نود استخدام الطريقة البسيطة وهي المعادلة الرياضية إذن لدينا 700 ريال وهو قيمة الاستثمار العائد 4% الفترة 7 سنوات إذن نطبق المعادلة هذه المعادلة نعوض في المعادلة إذن 700 ضرب 1 زائد 4% تمثل نسبة العائد في أو 7 بالتأكيد القيمة المستقبلية لهذا الاستثمار هي 921 ريال و 15 هل بالتالي هذه هي القيمة المستقبلية لمبلغ 700 ريال بربح قرابة الـ و 21 و 15 هل استثمرت سارة مبلغ 1000 ريال في حساب تبلغ عوائده 6% لمدة 5 سنوات ما المبلغ الذي ستحصل عليه بعد 5 سنوات بنفس الطريقة نفكر فيها قليلا كم هي PV present value والقيمة الحالية بمعنى هي بالتأكيد 1000 في 1 زائد 6% أس 5 بهذا الشكل وبالتالي لو ضربناه وقمنا بإيجاده من خلال الحاسبات سيصبح الناتج 1338.23 هل وهذه هي القيمة التي ستحصل عليها في المستقبل نظير الاستثمار 1000 ريال لمدة 5 سنوات بعائد 6% نأتي لسؤال آخر فتح علي حسابين استثمارين لديه حسابين كلاهما بمبلغ 1000 ريال الأول هو حساب يبلغ عائده 5% والثاني يبلغ عائده 6% ما الفرق بين أرصة الحسابات بعد 5 سنوات إذن بنفس الطريقة ستحسب السنة الأولى والثانية وثم توجد الفرق ليس هناك اختلاف وإنه فقط هو طلب منك معطى إضافي هو الفرق بين أرصة الحسابات إذن هي معادة القيمة مستقبلية بنفس الطريقة كم هو المبلغ الحالي 1000 في 1 زائد 5 بالمئة على 5 أس هذا السنة الأولى أو في الحساب الأول الحساب الآخر أو هذا القيمة المستقبلية للحساب الأول إذن ستكون بعد 5 سنوات 12276 و28 هلا الحساب الآخر بنفس الطريقة تغير فقط الأس أو تغيرة القيمة عفوا الأس بنفس الفترة 5 سنوات والحساب الثاني بنسبة 6% إذن سيكون هذا المبلغ وبالتالي من خلال طرح الفرق سنوجد الفرق بين الحسابات هنا 1300 وهنا 1200 هناك فرق ما بين الحسابات في نهاية الفترة لماذا؟ لأن العائد هنا في الحساب الأول 5% وفي الحساب الثاني 6% وبالتالي بزيادة 1% بين الحسابات نأتي للتمرين اختر الإجابة الصحيحة أي مما يلي ضروري لحساب القيمة المستقبلية للاستثمار مبلغ المدخرات المبلغ أو المعدل العائد أو المعدل السنوي جيم عدد الفترات الزمنية التي فيها إداع المال دال جميع ما سبق ذكرنا إذا أردنا إيجاد قيمة استقبلية سنحتاج المبلغ والدخار سنحتاج المعدل أو العائد السنوي سنحتاج الفترات وبالتالي الإجابة الصحيحة هي جميع ما سبق ما المبلغ الذي سيكون في الحساب الاستثماري بعد خمس سنوات من كسب عائد نسبته ثلاثة بالمئة إذا كان الرصيد الأساسي مئة ريال هل هو مئة واربعة عشر ريال أم مئة وستة عشر أم مئة وثمانة عشر أم مئة وعشرة إذن سنطبق المعادلة كما ذكرنا نطبق المعادلة ونوجد هذه العملية وبالتالي الإجابة هي با مئة وستة عشر ريال سعودي الذي سيكون عليه هذا الحساب بعد خمس سنوات ومن كسب عائد نسبته ثلاثة بالمئة إلى هنا عزيزي الطلاب نكون انتهينا من درسنا هذا اليوم شكرا لكم لحسن المتابعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته